السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة مرشيدي التربوية في مقطع جديد يتعلق بالتاء المربوطة 2 صفحة 35 من كتاب 1 لكلمات اللغة العربية في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي قبل البدء في شرح الدرس أخبركم أن الدروس السابقة وكذلك الدروس اللاحقة ستجدونها إن شاء الله في صندوق الوصف فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد لقناتنا وخصوصا نحن سنكون مقبلين على فترة الفروض فسننجز لكم بعض الفروض للاستئناس إن شاء الله حتى تتفوقوا في دراستكم ونبدأ على بركة الله بأتذكر وأثبت أمثل مواضع كتابة التاء المربوطة في خططة مطلوب مننا أن ننجل واحد الخططة فيها المواضع دي الكتابة التاء نعم إذن هذه خططة خاصة بالتاء المربوطة نعم والمواضع دي الكتابة التاء المربوطة عندنا في واحد اسم مفرد قبلها فتحة اسم مفرد يمكن أن نقوله اسم مفرد يعني اسم يعني التاء المربوطة تكتبه في الأسماء اسم مفرد قبلها فتحة ثم في جمع قبلها فتحة يعني واحد الكلمة في الجمع ولكن قبلها فتحة ثم في مفرط قبلها أليف في واحد الكلمة مفرطة ولكن قبل منها أليف قبل المربوطة كيكون أليف وفي جمع واحد الكلمة عاود في الجمع ولكن قبلها أليف يعني ما كنتكوش مسبوقة بفتحاناتكم أمثلة باش تفهموا معايا نعم مغاناتكم مثال لكل نوع من هذه الأنواع بالنسبة للنوع الأول اسم مفرط قبلها فتحها هذه كين جزاف مثلا طاولة طاوي طاولة لاحظ أن التاء المربوطة هي باش مسبوقة بفتحها هذه هي اللي مطلب منا مثلا كين في الأسماء مثلا خديجة خدي خديجة نعم مسبوقة بفتحة أيضا وغيرها مثلا من الأسماء فاطمة مثلا صبورة طاولة وغيرها من الأسماء اللي ممكن أننا القوم مسبوقة بفتحها بالنسبة في جمع قبلها فتح في الجمع كلمة دي الجمع وقبلها فتحة مثلا مغاربة مغاربة تفقنا هذه كلمة دي الجمع المفرد ديها هي مغربي جمع مغاربة قبلها فتحة مفهوم كلمة أخرى مثلا صيادلة صيادلة إذا مسبوقة بفتحة ثم في مفرد قبلها ألف مثلا فتاة من يمكن قوله فتاة نعم لاحظ أنها مسبوقة تا المربوطة باش مسبوقة ما مسبوقةش بفتحة هنا ولكن مسبوقة بألف وعننا كلمة مثلا كلمة أخرى نجاتو كلمة أخرى قلنا مثلا نجاتو كتبها لكم باش تشوفوها حتى هي مسبوقة بألف نعم دبعنا في الجمع قبلها ألف تاة المربوطة في الجمع ويكو قبل منها ألف مثلا الجمع دي القاضي قوضاء قوضات الجمع دي الماشي مشات تفقنا وغيرها من الكلمات التي تنتهي بتاة مسبوقة بألف الآن مطلوب النف أطبق وأطبط أستخرج مع زميلي أو زميلتي من الفقرة الرابعة من نص القراءة المشروف الشبي الكلمات المختومة بتاء عفوا مربوطة ثم أعلل كتابتها غنتقلوا الفقرة الرابعة من نص المشروف الشعبي واختروا الكلمات اللي فيها التاء المربوطة نعم الفقرة الرابعة أهي أمامنا ونبحثوا على الكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة نعم وفي التعليل أنا غنأتيكم التعليل أمامكم باش منضيعوش الوقت نعم عنا بداية أول كلمة بدايتي نعم لش كتبتي التاء مربوطة لأنها قبلها فتحة مكانة لأنها مسبوقة بفتحة مميزة مسبوقة التاء مسبوقة بفتحة الأسرة مسبوقة بفتحة المغربية مسبوقة بفتحة أيضا ثم نبحث على كلمات أخرى حرفة نعم حتى هي مسبوقة بفتحة جديدة مسبوقة بفتحة ثم ننتقل لتتمة الفقرة الرابعة نعم عنا عنا هنا بحياتي مسبوقة بألف طفقنا ثم كلمة أخرى نعم هذه هي الكلمات الموجودة مع النشي كلمة أخرى يعني آخر كلمة هي بحياتي إذن هذه هي الكلمات التي مسبوقة بفتحة أو مسبوقة بألف إذن هذه الكلمات نطلوهم في التشترد لكم نعم لا يطلب منكم لأستديكم ذاتيهم ثم ثانيا أملأوا خانات الجدول بكلمات مختومة بتاءات مربوطة حسب المطلوب في مفرد قبلها فتحة مطلوب مننا أن ننذر واحد الكلمة مفردة قبلها فتحة مثلا نكتب لكم فاطمة يعني نفس الشيء الذي دينا في الخططة فاطمة مسبوقة بفتحة في الجمع مثلا غنخذوا صيادلة مثلا مفهون ثم في مفرد قبلها ألف مثلا حياة ثم في جمع قبلها ألف غنضروا مثلا كلمة رمات رمات نعم الآن سؤال ثلاثة أصفوا مشهد الصفحة واحد وثلاثة بجملتين مفيدتين تشتملان على كلمات مختومة بتاءات مربوطة نطلوب مننا أننا في الصفحة واحد وثلاثة أننا نعبره على هذا المشهد بجملتين مفيدتين تشتملان على كلمات تحتوي على تاءات مربوطة نعم نعتي لكم تلاثة الجمال منهم قد تديروا هذا الجمال أو ذكر إسمي حسب قدرتكم مثلا تعرفوا تعرفوا مدينة فاس بجامع القرويين تعرفوا مدينة فاس بجامع القرويين مدينة فاس عريقة صورة لجامع القرويين بمدينة فاسة نعم الكلمة اللي فيهم تاء المربوطة هنا في الجملة الأولى عنا مدينة في الجملة الثانية عنا مدينة وعنا عريقة فالجملة الأخيرة عنا صورة وعنا مدينة إذن هذه هي الكلمة اللي فيها تاء المربوطة ثم نعود للدرس بمتابعة الشرح نعم عنا ألعب وأثبت أتنافس بالتناوب مع أفراد مجموعة على إنجاز النشاط التالي يذكر كل منا إسم مدينة مغربية مختومة بتاء مربوطة يغادر المنافسة من يعجز عن الجواب الصحيح نعم من بين المدن المغربية اللي كتحمل تاء المربوطة مثلا طنجة وجدة والحسيمة والصورة وغيرها من المدن يعني نطلوم منك أنك تعطي واحد المدينة فيها تاء المربوطة والصدق ديك يعطيك كلمة أخرى والصدق اللي غير فشل أنه يستخرج واحد المدينة ما عندهاش تاء المربوطة هو الخاسر ثم السؤال الثاني أتعاون مع مجموعة على حل اللغز بعد تكميلة كل كلمة ناقصة بالتاءات المناسبة نطلوم منها أن نكملوا التاء لنقصة ومن بعد نستخرجوا لحل ديال اللغز إذن تاءت المربوطة مثلا عن نهني حلوة الريق حلال دمها في كل ملة نصفها بضر وإن قسمت صارت أهلة نعم وبهذا أحبائي نكون وصلنا لنهاية الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا وإلى اللقاء في درس لاحق والذي سيكون بعنوان التطبيقات الكتابية وكما أخبرتكم ستجدونه إن شاء الله في صندوق الوصف وإلى اللقاء